السلام عليكم ورحمة الله بركاته السابع اليوم سنبدأ في درس جديد في مادة العلوم وحدة الكهرباء ودرسنا لليوم الكهرباء المتحركة زي ما انتم عارفين تقسم المواد من حيث اصاله للتيار الكهربائي الى مواد موصلة ومواد عازلة ما الفرق بين المواد الموصلة والمواد العازلة المواد التي تسمح للكهرباء بالانتقال من خلالها بسهولة المواد التي تسمح للشحنات الكهربائية ان تتحرك من خلالها بالتالي توليد تيار كهربائي اثناء حركة هاي الشحنات الكهربائية هي عبارة عن مواد موصلة من الامثلة عليها ان الفلزات كالحديد هي مواد موصلة وان المحليل الموصلة ايضا تعتبر مواد موصلة للتيار الكهربائي اما المواد العازلة هي المواد التي لا تسمح للتيار الكهربائي الانتقال من خلالها لا تسمح للكهرباء بالانتقال من خلالها بسهولة من الأمثلة عليها البلاستيك أو الخشب إذن بالتالي يتم استخدام هذه المواد الموصلة التي تسمح بحركة الشحنات الكهربائية من خلالها في الدارات الكهربائية في الدارة الكهربائية أي دارة كهربائية سادس تتكون بشكل أساسي من البطارية المفتاح المصباح والأسلاك إذن أي دارة كهربائية تتكون من المصباح من المفتاح الكهربائي من البطارية والأسلاك لاحظ يا سادس عفوا يا سابع أن مكونات الدارة الكهربائية في البداية مثل ما ذكرنا تتكون عندنا من أربع مكونات أساسية هلأ نحن نتعرف بالتفصيل ما أهمية كل مكون ما هي وظيفته في داخل هذه الدارة ولكن ما المقصود بهذه الدارة الكهربائية لاحظ إذن المسار المغلق الذي يسلكه التيار الكهربائي وإذا كون لازم بصورة أساسية من مواد موصلة ومصدر للكهرباء إذن لاحظ المسار المغلق الذي يسلكه التيار الكهربائي في داخل هذه الدارة يطلق عليه إذن مفهوم هو يعبر عن مفهوم الدارة الكهربائية ما أهمية هذه الدارة وما هي مكونات هذه المكونات أهمية كل مكون نبدأ بأول نوع أو أول جزء من هذه الدارة الكهربائية البطارية لاحظ أن البطارية تتكون من قطبين قطب موجب وقطب سالب لاحظ في هذا الشكل أيضا يوضح لدينا رمز البطارية إذن قطب موجب وقطب سالب إذن البطارية هو عبارة عن مصدر الطاقة ما وظيفة البطارية هي تعبر عن مصدر الطاقة وتدفع الشحنات الكهربائية عبر الأسلاك ما يؤدي إلى توليد تيار كهربائي في الدارة ومثل ما ذكرنا تحتوي البطارية على قطبين قطب موجب وقطب سالب ويمثل يامس فرق الجهد الكهربائي هي مقدار الطاقة الكهربائية التي ستتزود بها البطارية شحنا كهربائية مقدارها 1 كولوم عند انتقالها بين قطبين البطارية إذن نحن نتعرف على مفهوم جديد عنا وهو فرق الجهد الكهربائي المرتبط في البطارية وهو عبارة عن مقدار الطاقة إحنا ذكرنا أن البطارية هي مصدر الطاقة إذن لاحظ البطارية مصدر الطاقة هي عبارة تدفع الشحنات الكهربائية مثل ما ذكرنا عبر الأسلاك مقدار الطاقة التي تتزود بها هذه البطارية شحنا كهربائية مقدارها 1 كولوم عند انتقالها بين قطبي البطارية هو عبارة عن مفهوم فرق الجهد الكهربائي رح نرمز له رمز دلتا V ويقاس فرق الجهد الكهربائي ووحدة الفولت ورمزه V إذن الوحدة فولت لفرق الجهد الكهربائي ورمزها V ويستخدم جهاز يسمى جهاز الفولتميتر لقياس فرق الجهد الكهربائي ننتقل على مكون ومن أزاء الضر أيضاً ذكرنا الأسلاك الأسلاك هي لازم تكون مواد موصلة تسمح لنقل وحركة الشحنات وتوليد التيار الكهربائي من خلالها إذن الأسلاك التوصيل مسؤولة عن نقل الشحنات الكهربائية من خلال هذه البطارية إذن يتم نقل عندنا الشحنات الكهربائية عبر الأسلاك حركة هذه الشحنات الكهربائية عبر الأسلاك وهي هذه المواد الموصلة هي مفهوم التيار تعبر عن مفهوم التيار الكهربائي ما المقصود بالتيار الكهربائي هي حركة الشحنات الكهربائية في مادة موصلة يومنا نتعرف على قانون التيار الكهربائي قانون التيار الكهربائي يساوي الشحن الكهربائي على الزمن الشحن الكهربائي على الزمن الشحن ورمزها Q و T الزمن إذن شحنة الكهربائية على الزمان تعبر عن مفهوم التيار الكهربائي لا بالبداية سابع نتعرف أن الشحنة رمزها Q وحدتها column رمزها C إذ أوكي تعبر خلال الموصل وهذه الأسلاك الموصلة خلال ثانية واحدة إذن T تعبر عن الزمان والزمان لازم يكون بالثانية إذا كان معنا بالدقائق من حوله مثل ما تعلمنا أثناء الحصة إلى إلى ثواني ويقاص مثل ما ذكرنا الشحنة بcolumn C نسبة للعالم شارل column بينما يقاص التيار الكهربائي وحدة column لكل ثانية لأنه الزمان بالثانية S إذن S C S هي عبارة عن أمبير وحدة التيار الكهربائي وسمي بأمبير نسبة للعالم أندري أمبير كيف نحل أسئلة عديدة على التيار الكهربائي؟ حلينا أسئلة عديدة أثناء الحصة نأخذ مثال نوضح في الطيار الكهربائي الآن إذا علمت أن شحنة مقدارها ستة درب عشرة أس ماينس ثلاث شو ماعطينا؟ ماعطينا شحنة كهربائية تتحرك خلال موصل بزمن مقداره ثلاث ثواني احسب التيار إذن لازم نقرأ السؤال كويس يا سابق نعرف المعطيات ونعرف المطلوب إيش المطلوب؟ المطلوب التيار إيش المعطيات؟ معانا شحنة ومعانا زمن بالثواني نكتب القانون التيار الكهربائي مباشرة IQ على T كم IQ معنا؟ ستة درب عشرة أس ماينس ثلاث كم عندنا زمن؟ ثلاث ثواني فيه داعي نحوله؟ لا جاهز ماعطينا إياه بالثواني أوكي ستة تقسيم اثنين إذن تلاتة إذن لاحظ عفوا ستة تقسيم تلاتة اثنين درب عشرة أس ماينس ثلاث وما ننسى الوحدة في كل سؤال وحدة التيار الكهربائي أمبير كتبت أمبير أو كتبت لك كولوم لكل ثانية هي نفسها تعبر عن أمبير ماشي يا سابق؟ إذن نقرأ السؤال كويس منحدد المعطيات ومنحدد المطلوب عندنا سؤال آخر مدفع كهربائية يمر فيها تيار كهربائي مقداره ستة ترب عشرة أس ماينس ثلاثة أمبير نحسب مقدار الشحنة عبر مقطع المدفع إذا شغلت لمدة اثنين دقيقة إذن لاحظ الزمن هنا لدينا بالدقائق إيش لازم نعمل يا ميس؟ لازم نحول الدقائق إلى ثواني إذن يتم تحويل الدقائق إلى ثواني إذن في هذا السؤال إذن منعوض مكان التيار الكهربائي موجود معنا EQ مجهولة وضربنا اثنين بستين عشان نحول إلى ثواني إذن نطلع معنا منكمل هذه العلاقة الرياضية وما ننسى نحط الشحنة الشحنة بوحدة الشحنة هي كولوم ورمزها C ننتقل لمفهوم ومكون آخر وهو المقاومة الكهربائية ما المقصود بالمقاومة الكهربائية وهو ممانعة المواد لسريان التيار الكهربائي عبرها من خلالها وحدة قياس المقاومة الكهربائية هي عبارة عن أوم نسبة للعالم جورج أوم ويقاس المقاومة بجهاز الأوميتر ويمكن قياس المقاومة عبر القانون أيضا عندنا المقاومة الكهربائية يمكن قياسها من خلال القانون R, V, L, I ما أهمية المقاومة هي تمنع سريان عن تيار الكهربائي عبر الدارة الكهربائية إذن عندنا كل ما كانت العلاقة ما بين المقاومة والتيار الكهربائي كل ما زادت مقدار المقاومة رح يقل مقدار رح يقل مقدار التيار الكهربائي الذي سيمر خلالها عند ثبات فرق الجهود الكهربائي بين طرفي البطارية إذن هذه المقاومة الكهربائية مثل ما ذكرنا وحدة قياسها أوم نسبة للعالم جورج أوم ويقاس بجهاز الأوميتر وتستخدم عندنا قانون R, V على I R مقاومة V فرق الجهد و I التيار الكهربائي كيف منطبق على هذا القانون نأخذ مثال بسيط تعمل مروحة كهربائية على فرق جهد مقداره 220 فولت إذا كان التيار الكهربائي 4 أمبير احسب المقاومة إذن R مجهولة V 220 فولت و I مقدارها 4 أمبير منقسم وما ننسى الوحدة يا ميس أوم إذن وحدة المقاومة هي أوم خلنا نأخذ آخر جزء في هذا الدرس ونلاحظ ونشوف مع بعض كيف يمكن أو كيف تتصل المصابيح الكهربائية معا بالدارة الكهربائية ونوضح آخر مكون معنا من مكونات الدارة وهو المفتاح الكهربائي وهو المفتاح الكهربائي ذكرنا البطارية مصدر الطاقة ذكرنا الأسلاك المواد الموصلة وذكرنا الآن المصباح الكهربائي الذي يعبر عن وجود تيار كهربائي عند إضاءة هذه المصابيح وذكرنا المقاومة الكهربائية هي ممانعة المواد لسريان التجار الكهربائي من خلالها وهلأ نحن نذكر عندنا المفتاح الكهربائي يتم التحكم في الدارة الكهربائية عبر المفتاح الكهربائي الأداء المسؤولة عن فتح وإغلاق الدارة الكهربائية إذن يتم توصيل المصابيح الكهربائية بطرقتين يا سابع توصيل على التوالي والتوصيل على التوازي إيش الفرق فيه؟ إذن إحنا عنا بهذا الشكل يوضح طرق توصيل الدارة الكهربائية إذن لاحظ طريقة التوصيل هنا على التوالي إذن يتم توصيل المقاومات الكهربائية مع بعضها البعض من دون تفرعات في الأسلاك عبر التوالي إذن عبر التوالي يسري فيه هذه الدارة تيار كهربائي واحد يمر عبر الأسلاك فعنده مثل ما ذكرنا إذا تم إضاءة المصباح الأول يضيء لدينا المصباح الآخر إذن متصلين بمفتاح كهربائي واحد ينتقل التيار الكهربائي واحد عبر هذه المصابيح إذا تعطل أحد الأجهزة هنا سوف يتعطل بقية الأجهزة لأنه تيار الكهربائي سينقطع عن بقية هذه الأجهزة أما طريقة التوصيل على التوازي لاحظ هذه الصورة توضح طريقة التوصيل على التوازي توصل المقاومات الكهربائية مع بعضها على التوازي بحيث يتم تتفرع الأسلاك الواصلة بينها فبالتالي يمر في كل مصباح هنا تيار كهربائي خاص بها تيار كهربائي خاص بها لاحظ أنه هون لكل دارة هنا أو لكل مصباح مفتاح كهربائي خاص به فعنده ولاحظ أنه هون إذا صار انطفق أحد المصابيح عفوا لا يتأثر المصباح الآخر لأنه لكل مصباح تيار كهربائي خاص يمر فيه ومفتاح كهربائي خاص به فبالتالي إذا اختلاف بين التوصيل الكهربائي أو طريقة التوصيل الكهربائي على التوالي وعلى التوازي تكون شدة إضاءة التيار الكهربائي على التوازي أكثر من شدة التيار الكهربائي على التوالي السبب لأنه هون يمر تيار كهربائي واحد عبر الأسلاك عبر المصابيح وهنا وجود مفتاح كهربائي واحد أما هون موجود عندنا لكل مصباح تيار كهربائي خاص به إذا تعطل أحد المصابيح على التوالي سيتعطل المصباح الآخر على التوالي ولكن إذا تعطل أحد المصابيح على التوازي لا يتعطل المصباح الآخر لأن لكل مصباح عندنا وكل جهاز مفتاح كهربائي خاص به ويتحكم ممرور تيار كهربائي خاص به إذن هذا كان آخر جزء درسنا لليوم سابع سلام عليكم ورحمة الله وبركاته